بيبدأ الفيلم بحفلة عيد ميلاد كبيرة جداً لشاب بيكمل 18 سنة تاني يوم بنعرف إن الشاب ده جده يبقى رجل أعمال مات وسيبله فلوس زي الرز يعني شاب رأى وبعزقة للصبح بتحس أول ما بتشوف الشاب اللي قاسمه أسجور ده إنه مغرور وبيكلم محامي جده من مناخيره المحامي بيعمل نفسه مش واخد باله من أسلوبه وبيقوله لازم ينزل الشركة علشان يفتح الوصية بتاعت جده بيروح يقعد في مكان قبل الاجتماع بتاع الوصية وبتجيله بنت بتعرفه بنفسها وبيحس من كلامها إنها معجبة بيه فبيتنك عليها أكتر وبيقول لها ابعتيلي على صفحة المعجبين على فيسبوك وامشي دلوقتي علشان مش فاضي لك بينيجي الفتح الوصية واللي فيها بنعرف إن جده أمر إنه يسيب مدرسته اللي بتشيق الفلاني ويروح يدرس في مدرسة في قرية ولما ينجح منها ويروح الجامعة ياخد الوارث ولو رفض يتحارب من 99% من الوارث هو طبعا بيفكر المحامي بيهذر وبيقول له ما تهذرش بقى وقوله الوصية الحقيقية أصلا ال 99% اللي بتختفي دي الجرسين بتعديتول بس بس المحامي بيقول له دي مش نقطة دي حياتك ولو رفضت مفيش فلوس ها بقى ديل قرنو ديل بيقول له ديل بس هنفخكو وبيروحوا القرية فعلا في مواصلات مع عمة الشعب بعدما بيكون أخدوا منه العربيات وكل حاجة بيوصل القرية وبيقول لنفسه إيه القرف ده أنا مش عارف حتى أقول على اللي أنا فيه إنه كابوس ما هو حتى ما فيش كابوس بالسوق ده بيقابل ست بيسألها على عنوان البيت بتوصف له وبعد ما بيمشي بنلاقي إيه ده دي البنت اللي رحت له بتفرح لما بتشوفه وبتستغرب إنه هنا بيروح البيت وبيكون أسوأ من القرية وبيقول لنفسه أنا إيه اللي بعمله في نفسي ده وبيكون في البيت واحد مستنيه وبيلاقي هناك عجلة بيقوله تحرك بيها أحسن من مفيش بس بتطلع المفيش أحسن منها بايزة وطالع عينيها فبيسيبها دلوقتي بيجوع فبيروح مطعم في القرية وهناك بيلاقي البنت وبيعرفها بيطلب أكل كتير جدا وبيجي حاسب عليه بيلاقي إن الفيزة مش شغالة فبيقول لها بصي كويس دي انلمتت يعني فيها عدد لا نهائي من الفلوس بتتصل بالبنكة وبيعرف إنهم موقفوها وإن ده من شروط الوسية فبيدفع كاش وبيكون على أخي وبيطلع غزو فيها وبيقول لها بإخسلي إيدك أنت شغالة في مطعم بلاشنا تانا بتتدايق منه تاني وبتروح البيت تعمل حنة علشان تداري الغمقان اللي في إيديها بتقعد على اللاب بتاعها وبتبص للسماء وبتقول شكرا يا رب تاني يوم بنشوف أسجر في المدرسة بعد ما استقبل مكالمة من المحامي بيفكروا فيها إن أي هكة ولا هكة الوسية هتتنفذ والورثة هيروح يعني مفيش داعي يخلع من المدرسة بيقفل في وشه كالعادة وبيقول أنا هخلهم يطردوني بيدخل الفصل ها إيه دا إنتي تاني دا أنت لو عفرتي تسمع لي ياسين مش هتطلعي في كل حتة كده يا شيخة بيبصولوا كلهم باستغرابه وبيقولوا في نفسهم الودة شكله مش من هنا دا شكله من البندر على الآخر بيكون بينهم طالب مليان شوية فبيسأل بنت زميلتهم الودة جامد فعلا ولا منظر على الفوضي بتقولوا منظر دا احنا مسمينه عجل فبيروح يقولوا حصلني عجل على برة وبيرنه علقة بيروح لأهله في البيت يقولوا ما نغلطت في ابنكم مش تكوني فبيقولوا له الصلح خير وبيأكلوا معاهم فبيتجنن أكتر بيخرج من بيتهم خيف من الضلمة وبيقابل آلف تاني وبتوصلوا علشان ما يخفش بيروح يعمل محاولة تانية وبيعرض على مدير المدرسة فلوس علشان ينجحوا من غير ما يحضر لكن بيرفد فبيقولوا طب هات ديلك مليون ونص ليرة طب دولار طب يوق قصد يورو وبرضو بيرفد وبيقولوا لو عملت كده تاني هرفدك فبيدرك انه كده خلاص لابس لابس وبيبعت يجيب أصحابه وبياخدهم معيها المطعم عندي إليف وصحبته بتطاول عليها فبيزعق لصحبته وبيعتذر لإليف بيكون أسجر ماشي في المطر وبيفتكر حاجات أم بتجري ورى طفل وقب بيلعب مع أولاده ووقتها بنعرف ان دول باباو ممتق وانه كان عايش هنا زمان قبل ما أبوه أمه البيت يولع بيهم ويموتوا بتقبلوا إليفه وبيكون تعبان جدا فبتاخدوا على البيت وبتفضل جنبه لغاية ما يخف وبيقوم من السرير يلاقيها بتعمله أكل فبيقول لها أنا أول مرة حد يطبخ لي من غير فلوس وبيبدأ يحبها بتقوله على المخرجة الإنجليزية اللي عايزة تقابلها علشان تقنعها تشرف على المسرحية بتاعتهم في المدرسة فبيقول لها أنت الإنجليزي بتاعك مش صعبك فيه هاجي معايكي بيقابلوها وبتكون هي بتعرف تركي وبتكون إليف عارفة بس خبت عليه علشان ييجي معاها بيروحوا يتفسحوا سوا وبيقضوا وقت جميل مع بعض وفي بروفات المسرحية بيدعي أسجور انه رجله مكسورة ومش هيقدر يمثل معاهم لما بتشوفوا إليف بيغم عليها وبيطلع بيها على المستشفى وقتها بنفهم أن عندها مرض خطير لكن بتطلب إنها تخرج من المستشفى وإن محدش بلغه بتطلب منه بعد كده إنهم يروحوا سوا يجمعوا زاتون علشان يتبرعوا بفلوسه بيروح معاها وبيكون متضايق إن الشغل صعب لكنه بيساعدها وبيشيل عنها وبيقول لها بدل ما يغمع عليك تاني مفيش حيل للشيل والجري على المستشفات بيفرح وقت توزيع الفلوس وبيقول لهم إن دي أول مرة في حياته يكسب فلوس بيفضل يبص لها فبتقول له مش عايزة صورة لسه راحة يا ما قالتش كده دي رومانسية الأفلام المصرية هي قالت له قد كده أنا جميلة قال لها من قالك أنا ببص على الطريق بتنزل إليف من العربية وبيقول له إن دي دار أيتام وإن إليف الأخت الكبيرة للأطفال اللي فيها بيحيول يكلمها فأختها بترد عليه وبتقول له إنها تعبت تاني ونقلوها المستشفى ووقتها بيعرف إن إليف عندها مرض خطير في القلب واللي فضل لها مش كتير بيفضل جنبها في المستشفى لغاية ما تخرجه بتاخده على مكان جميل بيعوده في سوا وبيطلب منها وقتها إنها تبطل شغل فبتقول له إنها لازم تشتغل علشان تقدر تجمع تمن إيجار بيت جميل بجنينة فبيديها مفتاح بيت وبيقول لها البيت أهو وببلاش فبتقول له البيت مش هيكفي 30 طفل وطفلة موجودين في الدار وهيطردوا منها الدار دي بتكون على أرض جده فبيكلم المحامي علشان ما يخرجهمش من البيت بس بيرفضوا بيقوله المدة كانت مرهونة بموت جدك وهو مات بياخد التحاليل لدكتور كبير وبيقوله إن فعلا مفيش فايدة والحالة ما يقوس منها فبيتصل على المحامي يقوله لو أنا سبت الميروس وأخدت الواحد في المية يطلع يكفي البيت اللي في القرية وبيت الأيتام بيقوله مش متأكد إنه يكفي لكنه قال هيشوف مع الجماعية ويرد عليه وقاله إنه هيتنازل عن كل حاجة بس ياخد دول في الوقت ده بتكون إليف بتتكلم مع أختها على إنها هتتنقل تعيش مع أسجور في بيته وإن هي كده خلاص بتنتهي ومش فارق معها كلام الناس بيوصل أسجوره وبتقابل أختها وبتبلغوا بقرارها وبتطلب منه ما يوافقش علشان كلام الناس ولما بيوصل للبيت وبيلاقيها بيقول لها إنها لازم تمشي وإنها مجرد أصدقاء ومنفعش يعودوا مع بعض علشان كلام الناس فبتمشي وهي زعلانة ومش بترد عليه ومش بترد على اتصالاته بيروح لها الدار وهنا بيشوف ولد وبنته صغيرين فبيفتكر أخيرا نفسه وهو صغير لما كان في القرية وبيفتكر إنه كان بيحب إليف فبيروح وراها وبيقول لها إنه افتكر وأخيرا قدر يجمع الخيوط ببعض وبيقول لها إنه بيحبها ومش هيسيبها وأخدها تعيش معي فطلب منها تعمله إيده حينة زيها واعتذر لها إنه اتهمها إن إيديها مش نضيفة وإن ده كان كدمات بسبب مرضها وعايشوا مع بعض أيام سعيدة في البيت جت لها نوب التعب شديدة جدا وكسر عليها أصجر الباب وقال لها تتطمن وإنه دايما هيفضل جنبها وعمل لها عيد ميلادها بدري عن معايده وجاب لها هدايا كتير عبارة عن ورق كل ورق فيها كلام حب وبيطلب منها ما تفتحش الورق كل مرة واحدة بس هي بتفتحه وبتقوله إنها عايزة تقرأ علشان خايفة تموت قبل ما تكمله راحوا بروفات مسرحيتهم سوا وقدموا سوا مسرحية جميلة كانت فيها عروسة وهو العريس بعدين بنوصل لآخر مشهد في الفيلم إليف وأصجر قاعدين جنب بعض قدام باب البيت وبتقوله إنها بتحبه قوي وبتطلب منه تنام على كدفه دقيقتين لكنهم مش بيكونوا دقيقتين بتموت وآخر كلمة بتقولها قبل ما تموت بحبك